موسيقى وسائل التربية الحديثة خلت الجيل بتاعنا بيحلم ان يكون صاحب لعياله عشان كده بنشوف في الجيل بتاعنا الموضة ده بزيادة شوية اكتر الام اللي بتخرج مع بنتها القب اللي بيتعشى مع ابنه في يوم الجمعة في النوادي بتلاقيهم بيلعبوا مع بعض اكتر شوية من جيلنا احنا مع ابقنا اللي كان للقب ليه شكل معين وليه هيبة معينة ولو بابا جيه بس نزل للبحر كده معنا في المصرف نص ساعة يبقى فرح كبير دلوقتي الاصل ان العيال مع اهليهم وده شيء جميل جدا كل جيل ليه ميزة والصحبية دي بتحط الاب والام في حيرة كبيرة جدا لما يلاقوا العيال قريبة وبتحكي ويبدأ العيال تحكي حاجات جميلة وده نجاح للاب والام ان ابني ولا بنتي يجي يحكولي بنعمل ايه مع اصحابنا وخرجنا وعملنا بس في بعض الاوقات مش قادر بسمع غلطات عايز اضرب الوقات على اللي بيعمله عايز امنعه من الخروج ازاي تعمله كده ومش عايز افقد في نفس الوقت ميزة انه بيفطفض معي عشان ابقى عارف عشان لو عايز يوجهه ولا عشان اوقفه عن غلطة معينة فبتيجي من هنا الحيرة ازاي احافظ على صحبيتي ليهم ويحكولي وفي نفس الوقت امارس دوري كمربي وموجه بص اولا ده نجاح كبير ربنا يتقبل من اي ام واي اب عنده ساعة الوقت والجهد في هذا العالم الطاحن في السعي على الرزق انه يلاقي لولاده حاجة زي كده وهي الحقيقة ميزة بتعمل حيرة انك انت محتاج تحافظ عليها بس في نفس الوقت ما يضعش منك فكرة الرانك الرانك يعني انك ليك سلطة ولازم توجه وفي لحظة معينة لازم توقف ومن هنا بتيجي الحيرة الاول قبل ما اقولك تعمل ايه لازم الاب والام يبقى عندهم حاجتين مهمين جدا معي لهم عشان اي تصرف يعملو جيب اثر نازم الاب والام يبقى عندهم حضور حضور يعني اعادته حلوة يعني موجود يعني بيسمع يعني سيدنا النبي عليه السلام اللي ما عندوش وقت من كتر انشغلاته اللي واخد ابن عباس وكان في مقام ابن النبي وكان عايش مع سيدنا النبي عليه السلام والنبي انتقل للرفيق الاعلى وعنده 13 سنة فكان في مقام ابن النبي كان بياخد ابن عباس ورى ظهره على الحصان موقف كتير جدا سيدنا النبي عليه السلام اللي حواراته مع سيدنا عليه وكان من ربيه في بيته ما تنتهيش سيدنا النبي اللي كان بيركب على ظهره الشريف الحسن والحسين وسيدنا جابري يقول نعمل جمل جملكما ونعمل حملاني انتما يمشي بيهم زي الجمل صلى الله عليه وآله وسلم كان فيه قاعدة بحيث ان انا بقى ليه طالة يبقى ليه حضور ابقى غالي قعدتي جميلة خبالك اللي ليه طالة ده لما يزعل زعلته مؤثرة اللي مالوش طالة مش فرق معنا اصلا وساعات لما بيزعل بنستريح حاجة تانية المهمة جدا اللي يعملها الشخص اللي محتاج ياخد اكشن هقولك عليه دلوقتي ان يكون كثير الثناء والتشجيع لعياله حيث ان عياله يبقى هو بالنسبة لهم مصدر للثقة يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام للمكان بيشوف الحسن داخل عليه ويقول ان ابني هذا سيد ويسمع الحسن والحسين الكلمتين دول انت كبير يا ابني من وانت صغير كده شكلك هيبليك شأن ويقوم يقبل السيدة فاطمة بنعنيها في كل مرة تخش الى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم بيرمي ثقة انت كبار بحيث ان الابن او البنت يشعروا دايما ان بابا ولا ماما هم ظاهري في الحياة نرجع بقى للحيرة بتاعتنا فيجي يحكي الابن والبنت مواضيع جميلة ومواضيع فيها قلق انا شايف الواد راح في اتجاه السجاير عمال يقولي وخرجنا وبعدين صاحبي بيشيش وعندين مش عارف ايه بنتي ماشي في اتجاه كده ان في ولد معجب بيها واحنا دي مش عشتني قوي اعمل ايه في الموضوع ده فبيقولك محتاج تفرق ما بين الاخطار المحتملة والاخطار المحققة اخطار المحتملة زي انك انت ابنك يحكي لك على موضوع السجال واصحابي بيشربوا يا بابا وانا مشربتش معاهم بس هم بيشربوا وانا دي اللي زينة ويقعد يحكي بقى بطريقته فاكر لما سيدنا النبي جاله واحد عليه الصلاة والسلام قال له ايه ذنني في الزنا راح معا سيدنا النبي لاخر الطريق قال له انت لو هتخش المجتمع ده هو انت ترضى ان عشتك يبقى امك بتعمل اترضاه لامك فلولد تخيل تخيل كده ان انا ابقى من اهل الفواحش وعيلتي من اهل الفواحش شيء مستقبح اترضاه لاختك فيتخيل مشهد زي ده لما ابنك ولا بنتك يحكو لك حاجة زي كده خطر محتمل خد بالك من ملامح وشك لان هو مركز هحكي البابا هيقفش عليها ولا لأ هتكتبقى هادي جدا جدا اكين واحد صعبك بيحكي لك والولاد الشباب في السنة ده بيخافوا من القب الجرجمانتل اللي بيحكم اول ما اقوله اصلي روحت يوم قافش خد بالك ده هيفرق جدا في الحكاية اللي جاي هيحكيها ولا لأ فركز كده بالراحة خالص بقوله هو اخر الموضوع دقي وانت متصور انك انت تعرف تمسك نفسك لو اللي حواليك دول بيعملوا كده تبقى تحط له خط يمشي عليه انه يحمي نفسه من اخر السكة اللي فيها خطر محتمل عشان ما تفقدش الحكاية بينك وبينه لكن بيقولك لو حكالك على خطر حقيقي بيحصل وهو بدأت رجله تغرس فيه هنا لازم من رأى منكم منكرا فليغيره ونازم فيه تغيير هنا لازم فيه تدخل بالسلطة بتاعة الاب والام وحتى لو ده افقدك انه يحكي لك بعد كده لان فيه خطر محقق بيحصل رجله بتغرس في المخدرات صحابه بيشربه حشيش بنت ماشية في حاجة مش كويسة فيها اخلاق مش كويسة هنا لازم يحصل واقفة والواقفة دي جزء منها كبير جدا مبني على رصيدك عن داعيالك وهلا يلزع لتك ليه قيمة عندهم ولا لأ وحضورك كده ورؤيتك ورأيك ليه قيمة عندهم ولا لأ وهنا المنع في بعض الاوقات لازم حتى لو هو ندم انه حكالك لانه دفع تمن الحكاية بس انت حاميته من خطر محقق ساعتها بعد فترة يشكرك ويرجع تاني يحكي لانه عرف ان انت سنده بس خبالك اوي 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 وانت بتقوله انا بعمل كده عشانك مش بعقبك انا خايف عليك من خطر محقق يا بابا انا عشان حكيت لك بتعمل كده يا ابني انا بشكرك انك حكيت لي بس لازم تعرف ان انا موجود في الدنيا عشان احميك من نفسك او احميك من اي خطر انا شايفه انت بخبرتك ممكن ما تكونش شايفه تمنى يكون الخلاصة السريعة دي اجابت على حيرة ازاي بقى صاحب عيالي بس في نفس الوقت اوجه وربنا سبحانه وتعالى يحفظنا وينزل السكين على بيوتنا والغلابة محتاجين ربنا يكرمهم والناس المحتاجين المدد ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم في بيوتهم برفاق ديهم لربنا سبحانه وتعالى